موقع النهاردة موقع من المواقع المميزة جدا واللي فيه خطة مجانية مميزة ايضا جدا هذا الموقع حيمكنك ان انت تعمل صور وتعمل فيديوهات ولكن بطريقة مختلفة عن الطرق اللي احنا متهودين عليها موقع معتمد على الورك فلو طلع الشغل حلو جدا وفيه مجموعة من النمازج الرائعة جدا ومن ضمن هذه النمازج في اي او تو لناس كتير بتكلمني عنه موقع النهاردة هو موقع فلورا اي اي ان شاء الله حطي لكم الرابط في الوصفة اسفل فيديو يلا بينا نبص على موقع النهاردة اللي اوعدك ان انت حتستفيد منه بشكل كبير يلا بينا ما ترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مع موقع فلورا اي 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 هذا الموقع المتميز جدا واللي بيديك 2000 credits per month 2000 credits per month يعتبر حاجة كويسة قوي الا في حالة استخدام النمازج اللي بتاخد credits كتير زي في او تو على سبيل المثال في او تو بياخد حوالي 1400 credits من ال 2000 credits فالناس اللي بتدور على عمل فيديو باستخدام في او تو هتستخدم تقريبا كل الكريدت بتاعتها حبيت بس انوه عن هذه الجزئية وهي فرصة جيدة ايضا لتجربة نموذج في او تو من جوجل من خلال هذا الموقع بشكل مجاني لو حبيت والحاجة هبتدي اعملها بعد ما اسجل في الموقع ان انا ادوس على new project لما هدوس على new project هينقلني لي space هبتدي ان انا اشتغل على هذه ال space انا بيديك امثلة تبتدي بيها وبيقولك ازاي تبتدي لو انا دست كده double click هنا هتبتدي ان انت تضيف block هو هنا بيعتمد على ال work flow هيبقى عبارة عن blocks كده مع بعض هنا البلوك او البلوك هنا ممكن يكون text image video طبعا احنا بنولد من الاول خالص من التكست يعني ما عنديش صورة انا هولد منها انا هجنريت and edit text فلو دست على text بالمنظر ده هيديني النمازج اللي ممكن ان انا استخدمها في عملية كتابة النص انت بتختار بقى النموذج gemini 2.0 flash او جي بي تي فور او mini او cloud 3.0 sonnet وجنب كل نموذج بيقولك عدد الكريدتس اللي انت هتستهلكها فهنا مثلا عدد الكريدتس اتنين فهنا انا هبتدي ان انا اختار مثلا جيميناي 2.0 flash عشان ابتدي ان انا احصل على الامر اللي انا عايزيه اديني الوصف بتاع المشهد ده وحبتدي ادوس enter هنا انا قلت له اديني الامر يعني اكتف في الاول كده ان انت عايزي text prompt وهنا هدوس double click مرة تانية وهاختار الامج وحبتدي اوصل الامر ده بالبلوك الخاص بالصورة زي ما احنا شايفين الوصف نزل هنا وهنا هبتدي اختار ما بين نمازج اخرى موجودة flux dev flux pro 1.1 وبيبقى مكتوب جنبه بياخد قد ايه وبياخد وقت قد ايه في عملية الانشاء ايضا ايديو جرام 2.0 وريكرافت فيرجان 3 من الحاجات المميزة جدا انا هنا هختار flux 1.1 علشان ينتج لي الصورة وهنا الاسبكت ريشيو هبتدي اختار الاسبكت ريشيو مثلا تكون 16-9-1-1 زي ما انت عايز وبالنسبة لي ايضا الانهانس برومت لو عايزه يحسن الامر انا مش عايزة يحسن الامر خلاص هو الامر زي ما هو كده وهنا في امكانية ان انت تختار الستايل يعني الستايل ممكن تختاره من هنا انا الستايل عايزة سينيماتيك حاجة يعني ايه تكون سينيمائية فممكن انا اختاره فوتو رياليستيك وحبتدي ان انا ادوس انتر عشان اشوف النتيجة يبقى احنا هنا قلت له اديني التكست برومت اعطاني التكست برومت دست دابل كريك عملت بلوك للامج وصلت البلوك الخاص بالتكست بالامج على طول ظهر عندي جوة البلوك الخاص بالامج الامر اخترت الاسبكت ريشيو الابعاد بتاعة الصورة اخترت النموذج اللي انا هعمل به زي ما احنا شايفين الجودة حلوة جدا باستخدام فلاكس برو طبعا تقدر ان انت طبعا تختار اي نموذج من النموذج التانية بس تلاحظ طبعا هو بيكتبلك جنبه انت هتستهلك قد ايه وهياخد وقت قد ايه في الانشاء هبتدي ادوس دابل كريك مرة تانية هيظهر عندي الفيديو هدوس على الفيديو وهبتدي اوصل بيظهر عندك علامة بلاس بلاس كده علشان يحط الصورة جوه البلوك الخاص بالفيديو علشان يولدلي الفيديو هنا ممكن اقول انا عايزة يظهر ايه في الميديو كأنه بيدور على حد يعني وهبتدي ان انا ادوس انتر ولكن قبل ما ادوس انتر هروح نختار الموذل اللي احنا عايزين به النموذج ده عندك فييو 2 عندك وان 2.1 عندك كلينج عندك عندك لوماري 2 عندك بيكا عندك رانوي وعندك فييو 2 بياخد الف ربعمية تمانية وتلاتين يعني زي ما قلتلك حياخد منك تقريبا الكريزيتس كلها فهنا عندك الهايلو ميني ماكس تلتمية خمسة وسبعين الوان 2.1 كلينج برو 1.6 هتبتدي تختار النموذج اللي انت عايز تنشئ به هذا المشهد هنا مثلا انا هختار النموذج يكون هايلو وحتدي ان انا ادوس انتر هايلو بياخد حوالي 3 مينت في انتاج الفيديو تم انشاء الفيديو انا بس انشأته بوان 2.1 لان بالنسبة لي هايلو اي 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 لقيت صعوبة في انشاءه قال لي فيديو بلوك معرفش ايه السبب ادي الفيديو زي ما احنا شايفين مدته بتكون من خمس لست ثواني هعمله داونلود وتعالى نبص عليه ده الشكل كده زي ما انتم شايفين بعد عملية التحميل اي تاني ممكن نعمله باستخدام فلورا اي 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 ممكن اروح اعمل اقف هنا واعمل طبعا البروجيكت ده الافضل ان انت تسميه مثلا حسميه بروجيكت وان مثلا حبتي يدوس على الثلاث نقط طبعا بعد عدد معين من البروجيكت حيقولك امسح القديم علشان تفتح مساحة لان كل دي اسلس موجودة على الموقع فهو عايز يفضي دايما اول باول فانتليك برضو في الثري اه بروجيكت عدد بروجيكت معينة هروح اسمي البروجيكت ده بروجيكت تو وهنا با عايز اكتبص على شوية حاجات هنا ده عبارة عن وورك فلوز موجودة خاصة بالجيم خاصة بالماجيك فراكس ايضا برانشينج في حاجات كتيرة جدا هنا من البلوكس ممكن انت تستفيد بيها هنا شورت فيديو وورك فلوز ممكن انت تبص عليها تعلن بص على الورك فلوز الموجودة ده عبارة عن وورك فلو موجودة وبيوريك ازاي تم انشاء هذا الورك فلو عشان تستفيد من الموضوع هنا ده كانت الاوامر اللي وصلت لانشاء هذه الصور اللي تم عمل هذا المشهد بيها يعني ايه تم عمل المشهد بيها ده اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة او هنحاول نعمله مع بعض النهاردة بشكل بسيط انا بس حبيت اوريك ان الورك فلو مهم جدا وده اللي بيميز فلورا اي اي ومش مجرد عبارة عن بلاد فورم هيطلع لك صور هيطلع لك فيديوهات لا ده ممكن يعمل لك وورك فلو كأنك كده شغال على كونفي يو اي احنا كنا تكلمنا عنه قبل كده على القناة وتقدر تشوفه ولكن احنا كنا تكلمنا عنه بالنسبة لانشاء الصور يلا بينا نبص هنعمل ايه مع بعض دلوقتي الحاجات دي كلها خلاص انا هعمل لها ديليت يعني حروح انا هنا تاني مرة تانية واعمل ديليت للبروجيكت ده لان هنا هو اعتبر بروجيكت مش هستفيد بي في حاجة ها اريدي موجودة اقدر استدعي في اي وقت حبتدي اقول له نيو بروجيكت وورك فلو بروجيكت هنا حبتدي ان انا دوس دابل كليك واروح هنا اقول له هنا قلت له اديني الوصف ده عطاني الوصف هاروح هنا اقول امج هاختار ريكرافت وعلى ما يتم انشاء حدوس هنا دابل كليك واقول له مثلا هنا ديكست برومت هاخلي جيمينايتو بوينتو او فلاش امر يوصف الازهار مثلا في الربيع وبعد كده هبتدي اروح اقول له جينيرية المشهد ده باستخدام ريكرافت بردو وهنا هدوس دابل كليك وهقول له فيديو وهنا انا هبتدي اوصل الصورتين دول بالبلوك الخاص بالفيديو نستنى بس لحد ما يتم انتاج الصورة التانية المفوض المشهد ده هيظهر عندي هنا ممكن اكتب هنا امر لو انا عايزة وممكن انا هنا اختار مثلا سي هنا فيه عدد هنا فيه نمازج معينة بتعمل الدمج ما بين صورتين ممكن اختار على سبيل المثال Pro 1.6 ودوس انتر ونشوف المشهد المكوم من الصورتين اللي ممكن يكون صورتين ثلاثة اربعة خمسة هيكون الفيديو هيكون الفيديو في النهاية شكله عامل ازاي تم توليد الفيديو عامل كده ترانزيشن ما بين المشهدين حركة المية والمونتن المحاط بالماء بصراحة حاجة في منتهى الجمال وهنا مش مجرد صور بتتخطي على بعض لا هو بيحرك كل صورة بيخليها فيديو وبيدمج التو فيديوز مع بعض من خلال ترانزيشن او حركة ما بين فيديوين بصراحة دي ميزة مميزة جدا وحلوة جدا في FLORA AI حطت لك زي ما قلت لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو تقدر كمان تروح هنا تدور بالنسبة لي الـ Search أو الـ Styles لو أنت عايز تشتغل بـ Styles معينة فتبتدي هنا تختار الـ Style وتشتغل به حبيت بس أوليك الجزء بتاع الـ Styles هيجي منين الـ Search Styles من هنا تختار الـ Style اللي أنت هتشتغل به الصور بتاعتك الصور اللي هتحول بعد كده لفيديو ده بالنسبة لموقع النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم من موقع النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد زي بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا بالـ Like و Share و Comment لأن ده فعلاً بيحفزنا نحن بنقدم كل جديد ولكنت بتشوفنا لأول مرة متنساش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته